من مسار دبلوماسي إلى آخر تنتظر ليبيا خلاصا من أزمتها وقد حطت مفاوضات بحث الحل الرحالة في القاهرة مجددا التركيز في هذه الطاولة التي يشارك فيها وفدان عن مجلسي النواب ومجلس الدولة الأعلى سيكون على الانتخابات المبكرة والمسار الدستوري في البلد برعاية الأمم المتحدة انطلاقا من التاسع عشر من أكتوبر الجاري تتولى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تسير محادثات مباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 زائد 5 وستركز هذه المحادثات على توصيات اجتماع الغردقة في سبتمبر الماضي البعثة الدولية أعلنت أيضا استئناف المحادثات الليبية الليبية الشاملة انطلاقا من الـ 26 من أكتوبر الجاري ستبدأ باجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي فيما ستستضيف تونس الاجتماعات المباشرة ضمن الحوار السياسي الليبي الشامل مطلع نوفمبر المقبل والهدف المرسوم في هذا الموعد هو تحقيق رؤية موحدة بشأن إطار وترتيبات الحكم في ليبيا فيما يستند هذا الحوار إلى التقدم المحرز في المشاورات الأخيرة بين الليبيين بما في ذلك التفاهمات التي تم التوصل إليها في بوزنيقة والقاهرة كل هذه المواعيد تعقب مؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا الذي استضافته ألمانيا وطالب بضرورة وقف إرسال الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا وإنهاء التدخلات الأجنبية كما تعقب كل هذه التحركات الدبلوماسية حوارا ليبيا استضافته بوزنيقة المغربية الأسبوع الماضي أيضا ووقعت خلاله الأطراف الليبية على اتفاق بشأن آليات ومعايير توزيع المناصب القيادية في الوظائف السيادية